من قراجون هادي واحد الكولا ما كان حيدو داك الدوالي ولينا كنديرو فيهم واحد الحقان دي الكولا بيحدو ولو كي تسدو ولنا كنسدوهم ولكن راح ما كنديرو هاش الكل شي باش ماشي اي واحد يجي يقول لله نرى سمعتك على الكولاج هدك الكولاج عندو عندو الحالات خاصة اللي كيمكننا نعوض بهم لاماليا ولكن هي حالة خاصة فبعد ما كان ديرو الدياغنوزيري يعني تشخيص هو اللي كيمكننا نقوله هاد الحالة رخصة الحقان هاد الحالة رخصة اللازر هاد الحالة رخصة لغاديو فريقونس هاد الحالة رخصة لكل ولكن لكل هي تقنية جديدة اللي ولت بالخصوص كتعودنا اللازر اللي كنا نديروه داخلي او لغاديو فريقونس لان ما بقتش عنده ذاك المضاعفات دي اللازر علاش لان ما تمنشي واحد عندو وشي عرق غليد في السف إلا بغادي تديرو اللازر سكدك لبولس اللازر يكونوا مجاهدين درجة بعد انو بدت يحرقوا لنا الجلد أو كيحرقوا لنا لناخ فهاد لكل هادي ما فيهاش مضاعفات ما فيهاش ما فيهاش مضاعفات وكتدرب بتخدير محلي والواحد تخرج بعد ساعة أو ساعتين دي المقانو ويمكن له في الأشي يمكن له يمشي يخدم في العمل دياله ما فيهاش مشكل يعني هالتقنية التابية الحديثة يعني العلاج أمراض لفغيس الدوالي يعني سبحات يعني في حاضرة يعني وجهزة يعني وجدة بعد المؤتمر آه وجدة بعد واجدة واجدة احنا عن الدوال هذا الأسبوع هذا إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة